هل الإصلاح وارد اليوم؟ الإصلاح خيار موجود؟ ولا شيء من الخيال؟ الإصلاح القادم في الدورة الانتخابية القادمة يعني في الدورة التبلمانية القادمة؟ يعني قد اقتلال الصدر يعني شو الإصلاح؟ لا أقصد الإصلاح اللي يتحدث عليه إصلاح الوضع، إصلاح الواقع يعني إذا وجدت معارضة مهما كانت صغيرة ورفعت صوتها سوف يكون هناك إصلاح بعض الشيء لأنني قلت لك هاي المعارضة سوف تجد صوتاً داعماً وسوف تجد طوافان شعبي، شيعي، سني، كردي، تركماني ضد هذه الوجودات التي قسبت الشعب والتي شضت الناس إذا وجدت معارضة حقيقية ذكية عدتها هوية سياسية وطنية عراقية عابرة للطوائف عابرة لهذا سوف تكون سيفاً رحمانياً يعني يؤدي دوره بسلام على طال التيار الصدري اللي حضرتك قبل شوية رحت على إصلاح التيار الصدري ممكن يكون لعاست الوزراء من نصيبة؟ هذا من الصعب الآن التكهن به الآن هسان أقرى دائماً على على مواقع التواصل الاجتماعي لقد حازل التيار الصدري على أكبر نسبة بانتخابها هذا شوية كلامها؟ هذا أعتقد يحتاج لإلى لأنه أذكرك بالانتخابات الفرنسية قام أكثر انتخابات الفرنسية سبحان الله يقولون إلى أنه وراء يعني يتوقع فوز الحزب الفلاني وتكون نسبة عالي بالتوقعات لكن تجي بعد الانتخابات فالانتكاسة لهذا الحزب لأن الشعب الفرنسي يقولون يصنفوت أول مرة بعاطفته ثم يصوت بعقله كذلك الأمريكا تذكر كلها كانت تقولون إلى أنه ترابر سيخسر بعدين ترابر فهذه القضية في الحقيقة تابعة لصراعات دول وصراعات الكتل وصراعات إرادات الجنبية رئاسة الوزاة بالعراق ليست ليست من قرار وإمضاء الكتل بقدر ما هي من إمضاء إرادات دولية وإقليمية ترجمة نانسي قنقر